موسيقى حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين اجتازت جامعة السندن قطر من اجتياز اختبارات الجودة التي تجريها وزارة التعليم الهولندية كما أنها منحت شهاداتها لأربعين طالب وطالبة أيضا معنا اليوم في الستيديو عبدالله الغانم أحد خريجين الجامعة ليحدثنا عن التخصصات الموجودة فيها فالبداية عبدالله نمسي عليك بالخير ونرحب فيك في برامج تراحي نمسيكم بالنور رحب عليكم على المشاهدين أشكركم على الاستضافة ومساكم على القوة عبدالله أنا ودي أسألك في البداية شون سبب اختيارك جامعة السندن يعني ليش مخترت الجامعة الثانية شون الهدف من مراحب الجامعة والله أنا لما جيت أقدم على الجامعة شفت ماذا الأشياء المميزة فيها مثلا الجامعة الهولندية هي الحرم الجامعي الأم موجود في هولندا عندهم أفرع في جنوب أفريقيا وفي تايلند وفي اندونيسيا وفي هولندا وفي ألمانيا فمثلا عندهم برنامج أن تأخذ كورسات في هذه الجامعات الخارجية نعم أن زي أن تقوي معرفتك في الجامعة وما تتأخر ولا يتغير عليك شيء غير أن كنت حابب أدرس إدارة أعمال دولية وهي معروفة الجامعة أن عندها فيها أكثر من 400 طالب بس فيها أكثر من 50 جنسية مختلفة فأنت لم تدرس إدارة أعمال دولية بالضبط فمن ناحية الثقافات كنت أطلع بأكبر قدر من الاستفادة من ناحية حياة جامعية ومش مجرد حياة أكاديمية عبدالله يمكن الجامعة هذه دائما ما نقول مرحلة الجامعية هي مرحلة أهم مراحل الشخص نفسه في العطاء في الإنتاج في أمور كثيرة لو تحدثنا عن أنت ممكن تخرجت عام 2013 صحيح شلون شفت فرص العمل المتاحة أمامك من بعد تخرجك من جامعة السنين قطر والله الحمد لله والله يسلمك حتى من قبل ما نتخرج على فكرة يعني إحنا يجونا يجونا مسؤولين أحيانا أن تقابل مثلا أن تكون الجامعة تنظم مثل مقابلات أو نحضر في مناسبات يشوفوننا كمتحدثين يجونا ويتكلمون معانا من الشركات ويقولون نبي نشارك معكم ولا نبي نعملكم سبانسرشيب نبيكم توظفون عندنا فالحمد لله نحن نشعر في هذا الشيء من قبل ما نتخرج والحمد لله أنا من بعد ما نتخرج أن الفرص موجودة خاصة أن الجامعة تعليمها يعتمد على الـ practical اللي هو الأشياء العملية أكثر دائما دراستنا عملية فيه الأمور نظرية ولكن تركز على العمل وهذا المطلوب صحيح عبدالله أنا أريد أن أسألك ما هي التخصصات الموجودة في الجامعة الحين أنت أكد شوقت الناس والناس قاعدت تشوفك وناس عندها امتحانات الحين ويمكن الناس في الثانوية يبدو أن يدخلون وفكرون أي جامعة يدخلونها يمكن تكون هذه بادرة طيبة منك نعم الله يسلمك والمعروف عن الجامعة لماذا سماع الجامعة الولندية meinem يتم هذين يفكروا في الفندقة والسياحة صحيح التخصصات حتى ьте! كلها تخصصات إدارية فيها ثلاث تخصصات وكلها إدارية نعم فيها إدارة السياحة وفيها إدارة الفندقة الدولية نعم وفيها إدارة أعمال الدولية فهذه التخصصات كلها شه練تتم lemonade وكلها تأخذ طابع بعد دولي Uneconimation بتركيز على الثقافات على التعامل مع الدول الآخرى. هذا حفل التخرج. هذا حفل التخرج. هذا حفل التخرج. أنا بالعادة معهم. حتى من بعد ما تخرجت أحضر معهم وأكون عريف الحفل. الحمد لله. التجربة الأكاديمية والعلمية انفعتني كثير ودائما على التواصل معهم. يمكن بعض الطلاب يسألون كيف يمكن أن يقدمون حق الجامعة هذه والشرط أيضا كمعدل للثانوية ما يكون أقل من 70%. مع التركيز أن اللغة الإنجليزية بعد ما يكون أقل من 70%. فأحيانا يكون فيه استثنات إذا النسبة الكلية أقل من 70 يشوفون نسبتك في الإنجليزي. عالية. إذا عالية ولا جيدة. وبعدين يطلبون اللي هو اختبار ستة. أو ما يعادلها من اختبار 150. 150. وبعدها يطلبون مقابلة واختبار مقابلة شخصية واختبار للتسجيل عشان يشوفون مستواك. الحمد لله سهلات. الحمد لله. هل تشوف التخصصات التي تطرحها الجامعة مناسبة لبيئة العمل في قطر أو لسوق العمل عندنا في الدوحة؟ نعم. الله يسلم. المميز في الجامعة أولا من ناحية التخصصات السياحة والفندقة. هي الجامعة الوحيدة في قطر. ويمكن ما عندي صراع ما سمعت عن فنادة أخرى في بعض الدول مجاورة عدد بسيط جدا. من الجامعات أخرى التي تقدم نفس التخصص. وحتى من ناحية إدارة الأعمال. عندما تكلم عن إدارة الأعمال حين انفتاح الدولة على التبادل التجاري وعلى الاقتصاد وعلى التعامل مع الدول الخارجية من أوروبا وآسيا وغيرها. فهذا المطلوب. ومثل ما انت شفت من فترة بسيطة استراتيجية السياحة التي أطلقت حيات السياحة. والفندقة عندما تكلم عن مشاريع 2022. مشاريع كبيرة. مشاريع كبيرة. حتى توقع راح تشوف نشاط أكبر أكبر من الجامعة في المسابة. إن شاء الله. لو تحدثنا عبدالله بالإضافة إلى الدراسة نفسها. ما هي الأمور التي تقدمها لكم الجامعة؟ كورش عمل وورش تدريبية ودورات؟ ما هي الأشياء التي تقدمها لكم الجامعة؟ دائماً فيه تواصل مع المؤسسات التي في الدولة. لكي نعمل تقييم كيف تستفيد هذه المؤسسات من الخرجين لما يطلعهم. صحيح. يعملون لقاءات دائماً يجونا زوار من هذه المؤسسات يعملون محاضرات. يعملون ورش قصيرة. وغير كذا يقدمون مسابقات أكاديمية. الجامعة تنظم مسابقات أكاديمية تعليمية. حتى تشارك مسابقات خارجية. عشان تستخدم الطلاب. عشان تستخدم الطلاب. وبعدين حتى العمل الأكاديمي لا يشبع رغبات الطالب. يروح للأنشطة الغير أكاديمية. يروح للأنشطة الغير أكاديمية. وحتى المسابقات هذه تعطيه دافع. الحمد لله. والله ما يخلنا شيء ما شاركنا فيه. الطالب المجتهد والطالب اللي فعلاً نحك في حياة الجامعية. هو اللي راح يكون شخص منتج. يمكن من شوية خالد نتكلم عن هذا الموضوع. أن بعض الأشخاص يدرسون. لكن ما عندهم خبرة حياتية. الحياة الاجتماعية هذه هي اللي تسقل الواحد وتهيئة حق سوق العمل في النهاية. صحيح. هذا ممكن أضيف حتى. حتى الزملاء يدرسوا في جامعات أخرى كانوا يذكرون يقولون أننا ركزنا كنا بس ندرس. كنا ندرس ونروح البيت ونرجع ندرس. يقولون ما استمتعنا بحياتنا الجامعية. ما حسنا أننا عشنا حياتنا الجامعية. وكانوا دائماً يقولون لنا السنوات الجامعة من أحلى السنوات ممكن أن تمر عليك. إذا ما استغليت تبرها مرة. نشكرك على حضورك معنا عبدالله الغان. نتمنى لك المزيد من التوفيق. ونشوفك إن شاء الله في المناصب القيادية اللي في الدولة. وإن شاء الله تكون من الناس اللي نفخر فيهم. ونشير لهم بالبنان بإذن الله تعالى. شكرا لك عبدالله. شكرا لك عبدالله. شاهدين الكرام نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نتابع. نعم. منتجع القصار وأبرز المرافق الموجودة فيه. انتظرونا.